بس هو إنجاز من نوع خاص للدولة الإنجاز ده بيؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات أيضاً اللي حكلم فيه هو رسالة للعالم أجمع إن مصر القادمة أفضل مصر أفضل بأبنائها مصر أفضل بمشروعاتها مصر أفضل بإنجازاتها كل اللي أنا بقوله ده لإن مصر بتستعد لاستضافة أهم حدث أثري الحدث ده هيتكلم عنه العالم كله هو إيه؟ نقل 22 ممية ملكية من مكان عرضها الحالي اللي هو في المتحف المصري اللي في التحرير لمكان عرضها الدائم بقى فين؟ المتحف القومي للحضارة المصرية أنا عايز أقولك إنه طبعاً حدث كبير جداً والعالم كله هيكون بيتابعه بشغف نظراً له عراقة الحضارة المصرية وهو باحث جيد للحضارة المصرية والفرونية بالتحديد أنا عايز أقول لحضراتكم بالرغم من إنه العالم كله مشغول بتدعيات فيروس كورونا ومحاولة إنه هو يرجع الحياة لشبه طبعتها على قدر المستطاع إلى إنه مصر بتعمل بالتوازي يعني الوقاية تخذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذا التحدي فيروس كورونا والاستمرار بالتوازي بقى استكمال المشروعات الإنجازات والمضي قدماً في تحقيق كل شيء وكل ما هو مفيد لمصر والمواطن والشكل والحضارة المصرية إنه يحافظ عليها على قد ما يقدر من خلال طبعاً يعني زي ماك بنكلم النهاردة نقل المواد لمقر جديد بيعكس الاهتمام إنه احنا دولة بنستطيع إنه احنا نعمل فيه كافة الاتجاهات وزي ما بقول لحضراتكم وزي ما راش قالت ده هيبقى أكبر موكب عالمي لإخراج مشهد يليق بعظمة أجدادنا وبعراقة الحضارة المصرية وتحديداً الحضارة الفرعونية المتميزة والمتفردة حاجة جميلة جداً يعني يا راش عايز أقول لك عشان نعرف بس إحنا والسادة المشاهدين قد إيه الحدث هيكون عالمي وقد إيه وكالات الأنباء هتكون حريصة على متابعة الحدث لحظة بلحظة تعال أقول لك كده يعني سريعاً الموكب حيضم إيه أو خليني أقول لكو قائمة الموميوات اللي هتصل لـ 22 ملك وملكة من أشهر ملوك الفرعن الموميوات دي لـ 22 موميا دول فضلت محفظة